ازايكو حبايبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وسحة وسعادة يا مواليد برج الجوزاء مواليد برج الجوزاء النهاردة ان شاء الله معدنا مع الاراية اه بتاعتكو و اه هنشوف بقى احوالك و احوال شريكة بسم الله مواليد برج الجوزاء نشوف بقى احوالكو الفترة دي ايه وبتفكروا في ايه وشريكك بيفكر في ايه آآ نياتي اتحب اول كارت لطاقة مواليد برج الجوزاء بسم الله برج الجوزاء اول كارت اللي طاقة بتاعتك انت طلع راوند اند راوند طيب وكأنه برج الجوزاء بيلفف دايرة دايرة جوه دايرة والاحداث حواليك بتمر وكأنك في حاجة آآ مش عارف تخرج منها والحاجة دي فيها تحديات في احداث في حياتك مش كاملة وكأنه آآ يعني برج التور بيواجه تحدي بتحاول تكسر كل التحديات دي وشايفك كأنك بتحاول تخرج منها وبتعيد النظر وتبص للامور تاني من منظور جديد وكأن البطاقة دي يعني ظهرت مخصوص علشان تفكرك وتقول لك انه على الرغم من انه آآ انت ممكن تكون رجعت آآ خدت خطوة كده للخلف يا برج الجوزاء او انت شايف ان انت رجعت كده للخلف ووقفت الا انه لأ الحقيقة هي ان انت واقف عنده مستوى اعلى من التفكير اذا كنت تعبان صحيا فشايف عندك شفاء شفاءك الفترة دي بتعمل حاجة احسن وكأنك بتقطع كل الاحبال اللي يعني بتدخلك في الماضي كل الاحبال اللي متصلة بالماضي انا شايفة برج الجوزاء كأنك بتنهيها وبتقطعها وبتخرج منها خالص شايفة في عندك نظرة آآ لمستوى اعلى وكأن شايفة بتتصرف بحكمة وبتستفيد من كل حاجة فاتت حصلت في حياتك يعني اي حاجة حصلت في حياتك الفترة اللي فاتت شايفة بتستفيد منها وبتاخد الامور لصالحك يا برج الجوزاء آآ شايفة كمان كأنه لفترة الجاية دي حد بيدخل حياتك بس آآ خد بالك لان الشخص اللي هيدخل حياتك ده آآ حيكون شبه الاصفات اللي دخلوا في حياتك قبل كده وكأنك هتعيد نفس الكرة فانتبه انت هتحس في الاول ان الشخص ده مألوف مش هتبقى متفاجئ ان انت عرفته ولكن الشخص ده مش هيكون شبهك هو جذبك عرفك بسهولة شان انت صفاتك حلوة واي حد بيحب يتعرف عليك ولكن آآ ممكن يكون في شوية تحديات في العلاقة دي طبعا آآ البعض اللي بتنطبك عليهم التحديات دي مش مرج الجوزاء كلهم بس شايفك بتنجذب لحد هتشوفك انه كامل هتشوفك انه روح حلوة هتشوفك انه شخص مش نقصه حاجة بس كأنك بترجع لنفس المكان اللي انت كنت واقف عنده من البداية بس في نفس اللحظة ده مش هيبقى وحش ليه بقى ده هيبقى كويس لان انت حتى لو هتعيد الكرة اللي فاتت انت هتعيدها بطريقة احسن يعني كأنه كان فيه واحد مش كويس في حياتك وانت كنت بتتصرف بطريقة يعني عفوية ومش عالف تاخد حق منه فلو شخص زي كده قابلك لا انت هتعرف تتصرف صح هتعرف توقف اي تحديات كانت بتواجه في الماضي مش هتخليها تتكرر تاني هتبقى على علم بكل حاجة مش هتلوم لفسك تاني خلاص انت هتبقى عالف الشخص اللي قدامك كل حاجة حصلت في الماضي مش هتتكرر معاك تاني انت هتشوف الامور بطريقة احسن وهتبص للدوافع وهتبص الامور كده بطريقة حكيمة قوي وهتعرف تختار الفرص الصح وهتعرف تختار اشخاص الصح فيه ناس هتدخل حياتك هيبقى عايزين يكمله معاك وهيدعموك وشايفك انت بتعرف تتصرف معهم صح وشايفك بقى لو الامور دي تكررت عليك او تكرر عليك موقف حصل معاك في السابق بتعرف ازاي تاخد الموقف ده لتصالحك وبتحرر نفسك من اي حاجة كانت في الماضي وشايفك بقى بتوقف عن الدوران واللف في نفس الدايرة لا خلاص بتثبت مكانك يا برج الجوزاء بتعرف ازاي تتحكم في امورك حلوة او فما تخافوش يعني خلاص فيه سابق للامور اللي كتعملها تتعادل وتتزاد في حياتك طيب تعالوا نشوف طاقة شريكك اسحب له كارت بسم الله ونشوف طاقة الشريك ده هتقول لنا ايه خليه بسم الله الشخص ده يا برج الجوزاء عنده خلينا نقول هو عليا او عنده حضور كده الهي من عند ربنا الشخص ده هتلاقيه مش بيبص على الماضي لو انت بينك وبين شخص خلاف عاطفي هتلاقيه بيسيب الماضي وراه وماشي للامام هيخلي الامور تمشي بسلاسة الشخص ده هتلاقيه بيعرف يعبر عن نفسه كويس وبيعبرلك على كل المشاعر والاحاسيس الداخلية اللي جواه وهتلاقيه كمان يعني بيقرب اكتر من ربنا الفترة دي هتلاقي اموره احسن وهتلاقي بيسك فيك اكتر من اي وقت فات وعايز يقدمك وقت حل وهتلاقي الشخص ده يعني كأنه بيقرب من ربنا او بيدعي ربنا انه عايز امور تبقى كويسة معاك يا بورج الجوزاء هتلاقي الشخص ده ام بيحدد هو عايز ايه في العلاقة دي معاك وانت هتكون من اولوياته وفي شخص يعني الشخص ده يقام هو راجع من الماضي او هو حد جديد بس يكون في رابط روحي كبير بينك وبينه والرابط الروحي ده هيتطور من العلاقة بينكم بس الشخص ده يا بورج الجوزاء هتلاقي صلاته يعني وعباداته عالية قوي الفترة دي هتلاقي مقرب قوي من ربنا بيتلهم الحاجات هو هيصرحك بيها يعني هيتتكلم معاك او هيعبرلك عن حبه هيعبرلك عن مشاعره وكاني شايفاكنتو اللي اتنين بتتفقوا على حاجة معينة بتتعودوا مع بعض بتتكلموا بتتفقوا بتتفاوضوا في حاجة يعني كان الشخص ده جاي ياخدك ويطلع بيك كده للاتجاه الصح وهيكون واسط منك قوي وحتلاقيه بيحاول انه يعمل حاجة تسعدك او تفرحك فهتلاقي الشخص ده الفترة اللي جاية دي خلينا نقول بيتعامل مع برج الجوزاء بما يرد الله في شخص ربنا هيدخله حياتك هتعامل معاك بما يرد الله طيب تعالوا نشوف كروت التارد هتقول لنا ايه بسم الله اشتركوا في القناة طيب خليني قبل ما ابدأ اقول لكم الابراج اللي معانا هنا عندكم برج الجد عندكم برج الجوزاء وكمان برج القوس عندكم كمان برج الحمل والاسد السرطان والعقرب والدل طيب برج الجوزاء انا شايف الفترة اللي جاية دي في حد حبيب بقى زوج كراش في حد بيحبك قوي ووصل لمرحلة العش لبرج الجوزاء والشخص ده متمسك بيك جدا وفي نفس الوقت غيور عليك جدا جدا لدرجة انه ممكن يعمل معاك مشكلة بسبب شدة حب وليك غيرة مشكلة هيكون سببها غيرة بس يعني مشكلة كده وهتعدي يعني لانه شايف فيه يعني خلينا نقول اعتدال وتوازن في الامور بتاعتك في حد بيدخل حياتك بسرعة وبيعترف لك بالحب وبيعترف لك يعني بانه او بيقول لك انه عايز يرتبط بيك في زواج ان شاء الله في عرض زواج في حد بيحبك جدا وعايز يعترف بمحبته ليك يا برج اه الجوزاء كمان اه الشخص ده خلينا نقول انه لو راجع من الماضي وانتم منفصلين فراجع عايز يصلح اخطاء الماضي عايز يصلح اخطاء الماضي وما يكررش اللي حصل في الماضي تاني راجع يعتذر ويبدأ معاك بدايات جديدة حد راجع عايز بدايات جديدة وهيقعد يتفاوض معاك في كده وحتلاقي الشخص ده خلينا نقول هيبقى عايز آآ يفاهمك وجهة نظره ويقولك الفترة الجاية الحياة بيننا هتبقى عاملة ازاي يعني كأنه دخل على نور بيحدد كل حاجة هو عايز الفترة الجاية معاك وبيقولك الامور تمشي ازاي آآ البعض منكو كأنه عندكو سكة سفر و شايفة في نفس الوقت الناس اللي رحلوا من علاقة فيكم انتو مشيتوا آآ بعقلكو آآ بقلبكو لسه متعلق يعني مشيتوا بعقلكو بس قلبكو لسه متعلق في التفكير في اشخاص كانت في حياتكم يا هد في الماضي انتو لسه متفكروا فيها برج الجوزاء شايلين حمل تقيل كده على كدفكم وكأنكو تعبتوا كأنكو مش يعني مش مديين اي ردد فعل بس الامور بتتوازن رغم ان كان فيه خبة امل كبيرة في العلاقات العطفية بتاعتكم اللي انا شايفة الامور هترجع تزهزه تاني لبرج الجوزاء وشايفة امورك بتعتدل وشايفةك بتتصرف بحكمة كبيرة برج الجوزاء يعني رغم ان فيه ناس بتدخل حياتك يعني بسرعة بس شايفةك انت بتاخد يعني بتقطع في امر وفي نفس الوقت بتتصرف فيه بحكمة كبيرة جدا فخليك زي ما انت وما تستعجلش اي امور تعدي عليك خاصة الجزء العطفي عندك الامور هتمشي لصالحك احساسك كمان عالي عندكو كمان برج الجوزاء وبرج العزراء وبرج الميزان الامور عندكو يعني شايفاها بتمشي بالعقل عندك طموح في حياتك نفسك تحققها في الحالة العطفية هتحصل شايفاك قاعد بتقيم امورك العطفية عشان توصل للحاجة اللي انت عايزها شايفاك شخص مسؤول الفترة دي مسؤول عن كل حاجة في حياتك بتحاول تمشي صح يا برج الجوزاء وفي نفس الوقت شايفاك فيه علاقات جديدة بتدخل حياتك وشايفاك كأنه فيه شخص بيدخل حياتك كأنه مكافأة لك وكأنه شخص ده انت هتقصد فيه قوي وهتأمله قوي وشايفاك بتشقوا طريقكو في الاتجاه الصح يعني برج الجوزاء هتاخد خطوات ايجابية في حياتك هتكون صح هترجع تسيطر تاني على امورك انت اللي هتمسك زمام الامور الخاصة بيك شايفاك فيه خطوات شخص بياخدها اتجاهك شايفاك فيه منافسة او مش منافسة خلينا نقول لما برج الجوزاء هيتكلم مع حبيبه وشايفاك بيدفع عن نفسه كأنه فيه حاجة هتتكلم فيها مع الشخص ده هيقعد يبرر لك البعض منكم كأنكم من ثقافات مختلفة او فيه طريق سفر بينكم انتم الاتنين فشايفا انه ان شاء الله بتتجمع على خير كل الاخطاء بتاعت الموادي شايفاك بتتصلح وشايفاك بترجع ترجع الامور لمستوها الطبيعي يا برج الجوزاء برج الجوزاء شايفاك بتساعد حد ماديا يا اما انت بتساعد حد بمبلغ مالي او فيه حد بيساعدك بمبلغ مالي بس شايفا عندك حيرة في امرين او حيرة بين شخصين بس سيحصل عندك توازن في الامور هتعرف تختار صح وهتعرف تمشي في الاتجاه الصح فيه ناس خبيثة في حياتك يا برج الجوزاء وبيحاولوا يعرفوا اخبارك فحاول ان انت يعني ما تساعدش في حد وما تديش اخبارك لأي حد شايفاك كمان برج الجوزاء كأنك الفترة دي مهتم بنفسك قوي مهتم بشكلك مهتم بالشاكتك انا شايفاك مهتم بكل حاجة بتعملها وشايفاك كمان بتاختو خطوات ايجابية تجاه حياتك العطفية ان شاء الله تعالوا ااخد لكم كروت العطفة يشوف كروت الرومانس بسم الله برج الجوزاء برج الجوزاء فيه علامات هتظهر في حياتكو انتبهولها يعني انتبهولي كده على العلامات والاشارات اللي ربنا هيبعتها لكم في حياتكو و ما تتجاهلوش اي اشارة تمروا بيها اي اشارة تجيلكو انتبهولها دي اشارة تحذيرية في حياتكو كأن ربنا بيبعت لك مساعدة توضح لك اللي قدامك حلو ولا وحش خاصة لو في حد جديد بيدخل حياتكو ما تنجرفش ورا الحب الجديد قوي لان البطاقة دي تحذيرية طبعا مش لكل انت هتبقى العلامات هتبقى واضحة على الشخص انتبهولي مشاعرك انتبهولي الاشخاص الجديدة اللي لسه هتدخل حياتك ولسه هتتعرف عليها ما تتعمكش عطفان قوي والشخص ده بقى من علامته هتعرفه ازاي هيعملك بطريقة حلوة جدا وبطريقة مثالية جدا في بداية الارتباط بعد كده هتلاقي يتكشف عن وشه يعني هتلاقيه بيتكلم بطريقة بس هو من جواه حد تاني هتظهر لك علامات على الشخص ده و ازاي ظهرت العلامات دي في الشخص ده يعني لازم بقى توقع تتكلم مع بسط وتستشير ناس حواليك وتسيب الشخص ده ازا كانت ظهرت عليه حاجات مش يلف عن تتكمل فيها معاه او مش يلف عن تتقبله من اول خالص من اول ما هو يدخل عندك يدخل العلاقة عطفية معاك خليك وراء احساسك احساسك عالي الفترة دي يا برج الجوزاء وكأنه يعني ربنا كده بيأسر لك الامور وبيوجهك للصح بيكشف لك الامور كده من اولها فانتبه للاشخاص جديدة ذات اللي هتدخل حياتك لفترة دي الكارت التاني بيقول لنا ايه الكارت التاني بيقول لك يا برج الجوزاء افرج عن حياتك العطفية اللي كانت في الماضي خرج بقى الماضي من قلبك من عقلك من تفكيرك اذا كان هو مش موجود حاليا علشان انت بمجرد ما هتفرج عن الماضي هتتحسن امورك العطفية ويتحس ان انت سعيد اكتر وتحس بحرية وهتجذب ليك طاقتك بقى طاقة بتاعتك هتجذب ناس جديدة ومحبين جداد لان طول ما فيه احساس بان الحبيب يستبق في الهالة بتاعتك فيش حد بيدخل حياتك الموضوع هنا طاقي قوي خرج الطاقة اللي فاتت من حياتك هتدخل طاقة جديدة احسن ففي اللحظة اللي هتاخد فيها قرار ان انت هتتخلى فيها عن الماضي هتلاقي دخلت حياتك اشخاص جديدة واشخاص كمان احسن من اللي كانوا معاك في الماضي فافرج عن حبيبك او حبيبتك السابقة يا برج الجوزاء ولما ده هيحصل انا شايفة عند البعض اهو فيه عندك خطوبة فيه علاقة اعطفية بتطلع من مستوى المستوى اعلى في التواصل وفي الحب وفي الالتزام فكانت كرتك ده بيقولك تهنين يا برج الجوزاء في حد بيدخل حياتك في حفلة زفاف في خطوبة في جو رومانسي بيتعيش الفترة الجاية لو انت مش في علاقة حاليا ففي حد بيدخل حياتك بس تختار صح تأنى لانه هنا لما يبدل في الهيلة بتاعتك في حد هيدخل حياتك الفترة دي او حد راجع من الماضي فكأن البطاعة دي بتطمنك وبتقولك انه يعني خرج من قلبك اي مخاوف لاني انت هتقابل للحب الحقيقي في حياتك طيب نشوف خد لك كارت من كروت الاحجار الكريمة بسم الله ونشوف نصيحة الحجر الكريم بتاعك الفترة دي هيقول لنا ايه عيون النمر طيب طيجر اي كارت دات ليه لك وبيقول لك انه الفترة الجاية دي خليه عندك ثقة بنفسك وسقتك بنفسك دي هتيجي منين هتيجي من تعلقك برب العالمين وان انت تفكر بطريقة احسن وان انت تؤمن بان ربنا مش هتخلى عنك وربنا هيحقق لك كل الامنيات اللي انت عايزها بس تخلي سقتك في ربنا كبيرة وربنا عنده الفرج وهتحصل عندك امور حلوة هيكون فيها حل لكل المشاكل عندك سواء في شفاء عاطفي شفاء الجسدي الامور هتمشي بارادة ربنا الفترة الجاية شايفك بتصلي كتير بتدعي ربنا كتير بتقدم المشيئة في حياتك الفترة اللي جاية وشايفة قوتك هتبقى اعلى والقلق بيخرج من حياتك شايفك كمان الفترة الجاية كأنك يا برج الجوزاء محمي من رب العالمين وفيه تغييرات حلوة بتحصل في حياتك شايفك بتخطو على الطريق الصح والامور هتمشي معاك بسرعة وانت يعني نفسك هتحس بالامان وهتحس بان ربنا سبحانه وتعالى حميك وكأن ربنا سندك كده يا برج الجوزاء وشايفك عندك شجاعة وثقة بالنفس الفترة اللي جاية واي خطوة انت بتخطيها يعني شايفك بتخطوها وانت يواصق ان ربنا معاك ومش هيسيبك طاقتك حلوة قوي يا برج الجوزاء حبايبي دي كانت قراءتكم الفترة دي هتمنى يا رب القراءة تكون عجبتكم ولو صبحتوا ما تنسوش اتضغطوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان اي فيديو جديد ينزل يوصل لكم باشعار واللايك والشير علشان كل موليد برج الجوزاء يشوفوا الفيديو واشوفكم في فيديو جديد يا برج الجوزاء